برامل رز المعمر، الكل بيحبه مصري وأجنبي، ودايماً لما الناس بتتغدى مشاوي بتطلبه، لأن مش الكل بيعرف يعمله، وهو من أفضل الأصناف في العزمات، وطبعاً صفرة رمضان لازم يكون عليها، وعلشان كده هعمله معاكم، لأن بعد مرات عديدة نجحت إني أصبطه، ويعمل الوش الأمر ده، والرز نفسه يكون مفلفل من غير ما نحرق الأعر، كملوا الفيديو للآخر علشان نعرف كل التركات وطريقة التسوية أول حاجة الإناء اللي هسوي فيه، ويفضل يكون برام فخار، لأنه بيديف نكهة للطعم حلوة، وعلى الصفرة بيحسس الناس إننا عاملين وليمة هاخد معيار الرز قبل نص البرام بين التلت والنص، مش أكتر من كده، علشان الرز بيتضعف حجمه مع التسوية ونعمل حساب لو حضيف لحمة هتاخد كمان حيز، ثانيا ودي حاجة مهمة هسخن الفرن بوقت كافي، وكمان هدخل البرام فاضي الفرن علشان يسخن وحقول لكم ليه تعالوا نجهز مكوناتنا، الرز نخسله، والبرام سخنته، أنا هستخدم قشطة، بس طبعا فيه ناس بتحب تديف سمنة وقشطة أو زبدة كل واحد وحسب رغبته، بس أنا بحب أعمل الحاجة ما تكونش تقيلة وفي نفس الوقت مظبوطة وبصراحة القشطة دي اللي كانت على وش اللبن، فوفرت السمنة والزبدة، غير إن القشطة لما بتتعرض لدرجات حرارة عالية بتفصل السمنة عنها وبتديف لون دهبي، طبعا ده لو حرصنا نسويها في وقت مظبوط علشان ما تتحرقش على عموم جربوها بالإشطة، بس وحتنبهروا بالنتيجة بالنسبة للسوائل، أنا هنا مسخنة كويس جدا مقدار تلتين لبن وتلت شربة، وضفت الملح على السائل حبدأ بدهن معلقة إشطة في البرام، وعشان هو سخن ساحت وتفردت زي ما أنتم شايفين وبعدين حدعك الرز بمعلقتين إشطة كبار، ودي خطوة مهمة علشان الرز يتغلف بالإشطة كويس جدا وده اللي بيخليه يطلع مفلفل، هحط نص المقدار في البرام، وفي النص هاديف لحمة، وطبعا هي مسلوقة وبعدين حكمل مقدار الرز اللي فاضل، وحضيف على وش البرام معلقة إشطة كبيرة عشان تعمل وش، وحضيف السائل بحيث أنه يغطي الرز بعقلتين صباع، وأنا بقسها بالمعلقة بالشكل ده طبعا يا جماعة المقدار دوت، البرام دوت يكفي فردين، أو يعني هو يكفي فردين، أو يعني لو عايزين تعمله أكتر من كده يبقى هتزوده طبعا مقدار الرز والإشطة واللبن بالنسبة للتسوية، أنا حولع الشواية الأول، وححط البرام على الرف اللي في النص، علشان الإشطة اللي على الوش تسيح وتعمل إشرة زي ما أنتم شايفين كده بعد كده هطفي الشواية، وحشغل الفرن من تحت، وعلى درجة حرارة عالية، والمدة ربع ساعة لغاية ما يتشرب بالشكل ده بعد كده حواطي النار، وحخليها هادية خالص، والربع ساعة تانية لغاية ما يتم السوى كده تمام، حقفل النار من تحت، وحشغل الشواية تاني، حاجة بسيطة خالص علشان يختم وكده خلاص، استوى وعمل الوش اللي يجنن ده، نطف الفرن، ونسيبه في سخنية الفرن على ما نحضر السفرة جربوه بالطريقة دي، ومش هتندمه، ومتنسوش تحفظوا الوصفة، وتشاركوها مع حبيبكم اشتركوا في القناة